ومن بغداد أيضا ينضم إليه الآن دكتور محمود داغر الخبير المالي أهلا وسهلا فيك معنا دكتور يعني على الرغم من كون العراق طبعا منتج رئيسي للنفط لكنه مهدد بالإفلاس ما هو المأمول الآن بعد هذه الانتخابات التي أتت مستعجلة أو مبكرة شكرا جزيلا تحياتي لك وللكادر للمحطة أنا فقط أبتدأ النسبة 41 نعم لكنها في الحقيقة 41 بالمئة من الذين حصلوا على الأوراق وليس من المجتمع الانتخابي اللي هو 25 مليون المنتخبين هم 49 مليون فما قيسوا على أساس حجم الوعاء الانتخابي المهم مرة أخرى مشاركة أقل من المطلوبة هذا هو الواقع يعني هم بالأساس بكروا الانتخابات لأنه كردت فعل إذا بدك أو كتنازل للحركة الاحتجاجية اللي كانت قادها الشباب اندلعت قبل عامين لكن هل الآن فينا نقول أنه هذول الشباب صوتوا بتخلفا عن الانتخاب إذن؟ لا كثيرا من المجموعات الشبابية أو الكتل الشبابية انسحبت لم يبق منهم إلا القليل بسبب ملاحظاتهم السياسة في العراق معقدة وتحتاج وقت وتحتاج صبر طويل نعم الآن ما هو الوضع الاقتصادي؟ هل سيتغير المشهد السياسي؟ هل ممكن يتغير الوضع الاقتصادي بعد هذه الانتخابات؟ نأمل ذلك لا سيما هناك تغيير محدود في الممثلين أو بالوجوه الجديدة المشكلة في العراق أن الملفات الاقتصادية الرئيسية هي ملفات مؤجلة ومكررة في كل مرة يعني إذا تحدثنا لاحقا عن الملفات المهمة الاقتصاديا نجد أنها ملفات لم تحسمها أي دورة انتخابية بل هناك تكرار للرتم الذي بدأنا به من 2004 ولغاية يومنا هذا وما زالت نسبة مساهمة القطاع الريعي هي النسبة الأكبر في الاقتصاد العراقي وبالتالي هي هاية أم المشاكل الاقتصادية في العراق إذ بقاء العراق واقتصادها رهيلا لمورد أحادي ريعي يجعل من الصعوبة تحقيق تقدم إلى الأمام من وجهة نظرك اقتصاديا ما الذي يجب أن يكون على رأس أولويات هذه الحكومة الجديدة شكرا على سؤالك بالحقيقة أنا كما أعتقد بتواضعا أن أهم ملف من الملفات أو الملفات المهمة هي أولا يجب حسم ملف النفط والغاز المعلق وخاصة مع أقليم كردستان نحن نتحدث عن مشكلة مستمرة في تفسير مادتين في الدستور العراقي تُعنى بالثروة الرئيسية هذه المشكلة يجب أن تحل قانونيا وتصبح قاعدة للعمل في العلاقة النفطية ما بين أقليم كردستان وما بين العراق ولا يجب الاتكاء على فقرات سنوية يتم إقرارها ضمن الموازنة ولا تنفذ هذا الملف الأول الملف الثاني هو الملف المالي وهذا الملف هو انعكاس لأحادية الثروة بقية الملف المالي هو ملف لا يجدد ثروة العراق من موارده المتاحة بل هو ترك الثروات ترك الأرض ترك الزراعة ترك الصناعة ترك كل شيء وازداده اعتمادا على قطاع النفط وأصبحت الموازنة العامة في العراق رهينة بشكل كامل إلى المورد النفطي وأسعار النفط وكما تعرفون هذه الأسعار تتقلب وهي مرتبطة بالسوق الدولية بالتالي لا سيطرة على الإيرادات النفطية هذا هو الملف طبعا نتكلم عن الملف المالي أتكلم عن القمارق أتكلم عن الضرائب أتكلم عن إدارة الخزانة عن كيفية توزيع الموارد المالية هناك إصرار على بقاء تقليدية التوزيع حسب الحصص وحسب قوة المساومين داخل مجلس النوار هذا في وقت كل البنطقة عام نحاول بالفعل أنها تنوع بعيدا عن النفط بينما كما ذكرت مع الأسف بالعراق خليل التغيير ضروري ومطلوب سمعنا كثير من السياسيين احتفلوا طبعا بنجاح هذه الانتخابات كونها مرت بدون أن يصير فيه أي حوادث أمنية والحمد لله هل هذه علامة على تغيير قادم إلى العراق من الناحية نزاهة الانتخابات وسيطرة عليها حقيقة لا بد من الشكر لكل الأجهزة ابتداء من رئاسة الوزراء ممثلة بسيد رئيس وزراء وإلى الطاقم الذي أشرف على هذه الانتخابات طاقم أمني طاقم تصويت ممثلين دوليين كانوا حضروا بكثافة كما وعدوا مشت بسلام لكن التغيير هذا يصعب التنبؤ به حقيقة شخصيا يصعب التنبؤ به وخشيتنا الكبيرة هي العودة لنفس ما فعلناه سابقا دكار محمود داغر شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم